أنقذ الحرس الوطني مجموعة حرس السواحل طاقم قارب خشبي مكون من ستة أشخاص من الجنسية الإيرانية تعرض قاربهم للغرق في المياه الاقتصادية للدولة بسبب سوء الأحوال الجمائية وتمكنت مجموعة حرس السواحل من تحديد موقع القارب وإنقاذ أفراد الطاقم وتقديم الإسعافات الأولية لهم ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المعنية وهم بحالة صحية مستقرة